في البطولة الكمفيدرالية ونتحول لمودرن فيوتشر اللي يتمكن من هزيمة الهلال اللي بيه بخماسية نظيفة قدام حضرتك هو على الشاشة علي زعزع ومحمد صادق وإحمد عاطف وجوزيف نجويم وإحمد عاطف مرة تانية في الديئة 88 علشان يخلص مودرن فيوتشر القصة ويتأهل إلى الدور الربع النهائي في البطولة الكمفيدرالية وخليني كده أشرح لك بعد هذا المكسب الموقف بقى عمل إزاي بالنسبة لمودرن فيوتشر والمتأهلون إلى الدور الربع النهائي في البطولة الكمفيدرالية أصبحوا كالتالي اتحاد الجزائر اتحاد العاصمة الجزائري مودرن فيوتشر الزمالك أبو سليم الليبي دريمز الغاني ريفرز ينايتد النيجيري نهضة بركان الملعب المالي دي الفرق اللي تأهلت للدور الربع النهائي في البطولة الكمفيدرالية الافريقية وبالتالي وبناءً عليه مواجهات الزمالك المحتملة هتبقى كده ومواجهات مودرن فيوتشر المحتملة هتبقى كده ما خلاص اتفقنا إنه المباراة بتاعة صور ما تلعبتش مجوش مودرن فيوتشر دي مواجهات الزمالك المحتمل اما إنه هيواجه مودرن فيوتشر أو ريفرز ينايتد النيجيري أو الملعب المالي على بقى نشوف على الجانب الآخر مواجهات مودرن فيوتشر هيبقى طبعاً الزمالك ودريمز الغاني ونهضة بركان المغربي